ينضم معنا وزير الإسكان ماجد الحقين معنا الوزير أهلا بك معنا إلى هذه النشرة بداية لو تحدثنا عن أهم أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء السلام عليكم أولا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلماء بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظهم الله بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على نظام رسوم الأراضي البيضاء والذين كان لدعمهم أكبر الأثر في صدوره في وقت قياسي حقيقة مما يؤكد حرص قيادتني الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين وتسهيل أمورهم في الحصول على المسكن المناسب وما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين كما أود الإشارة حين صدوره في المرة القادمة الماضية كان حمالك توجيه خادم محمد ملك شريفين ملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالعمل على ضمان نتائج إيجابية تفيد المواطن والمستثمر والمطور العقالي على حد سواء أتقدم أيضا بالشكر جزيلا لسمو ولي ولي العهد النائب الثاني رسميس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتمية والذي كان مبادرا ومتابعا لها بشكل متواصل ومذللا لكل العقبات التي كانت ستعترض صدور هذا النظام ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس وأعضاء مجلس الشورى على سرعة إنجاز النظام الرسوم في الوقت المحدد بالنسبة لسؤالك الكريم أنا أعتقد أهم أهداف هذا النظام هو تشجيع ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية طيب إلى أي درجة معالي الوزير ممكن أن يؤثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على أسعار الأراضي السكنية ومن ثم تيسير حصول مواطن على أراضي سكنية تكون مناسبة له في الحقيقة هذا هو هدف النظام وهو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة وهذا ما يصب إليه النظام ويهدف إليه بشكل واضح ما ننشده ونأمله تحقيقه إن شاء الله أن نتجه نتخذ هذا النظام توخي للمصالح المرجوة من وراء إصداره وستسعى وزارة الإسكان لتطبيق هذا النظام بالصورة التي تكفل تحقيق تلك الغايات وهدافها واضع تمامها مصلحة المواطن في المقام الأول وتدفع بمكونات السوق وأطرافه لمزيد من التناغم والاتساق وحدات توازن بينهما بما يضمن توفر الوحدات السكنية للمواطنين بصورة تلبي مختلف الاحتياجات إن شاء الله في جميع مناطق المملكة طيب مع الوزير بعض المحللين يرون أنه من الممكن أن يترتب على فرض الرسوم على الأراضي بيضاء خروج بعض رؤس الأموال المستثمرة في السوق العقارية هل هناك خيارات أخرى لاستثمار هذه الأموال والمحافظة عليها؟ طبعا من وجهة نظري الخاصة أعتقد أن النظام لم يأتي بفقط رسوم الأراضي البيضاء كانت هناك محفزات واستثناءات سيتم العمل بها سويا مع نظام رسوم على الأراضي البيضاء حيث حرصت هذه التوجهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي العهد إلى إيجاد محفزات واستثناءات للمطورين العقاريين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة كان في السابق كثير من المطورين والمستثمرين وأصحاب الأراضي كانوا يشتكون في السابق إلى صعوبة بعض الأنظمة ومعوقاتها مما يجعل من تكلفة المنتج النهائي منتج غالي الثمن حقيقة ما تم من صدور أوامر سامية في تذليل مثل هذه الاستثناءات ووضع محفزات مثل معامل بناء أكثر وسرعة إنجاز المعاملات التي ستصاحب هذا النظام من خلال الاطلاع على هذا الأنظمة متوازية سنعتقد إن شاء الله سيكون مجال الاستثمار في التطوير العقاري ملجأ لكثير من الأموال المحلية ونعتقد أن يكون هناك عودة لكثير من الاستثمارات التي ذهبت في الخارج إلى السوق السعودي إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله إذا تحدثنا عن المساحات لو تحدثنا عن المساحات التي سيتم تطبيق الرسم عليها طبعا النظام وضع هناك تدرج في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب ويستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها لأراضي مناسبة لمشروعات التطوير العمراني هذه الأراضي التي توفر فيها مرافق وخدمات سواء كانت خدمات مرافق بنية أساسية أو خدمات متنوعة ومخصصة للاستخدامات السكنية فهذا ما هو إن شاء الله يستهدف من خلاله في المرحلة الأولى إن شاء الله معا للوزير سؤال الأخير من أبرز ملامح النظام هو الرسم سنوي على الأراضي الفضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.15% ما المقصود بنسبة 2.15% في تطبيق الرسوم؟ طبعا الرسوم إن شاء الله يعني يتمنى إن شاء الله أن يكون تطبيقها بدقة عالية يعني تحقق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح لا يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض استخداماتها نظم البناء معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة كل هذه المعايير توضع من ضمن مقاييس معينة لتحديد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض ومن خلالها يحتسب معدل الرسوم الـ 2.5% إن شاء الله أشكرك كنت معنا وزير الإسكان ماجد لحقيل مع الوزير شكرا جزيلا لك